اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة فأنا كنت بمسك السبحة دايماً في البيت فبعدين قلت أنا إيه اللي يحصل يعني لو أنا خرجت بيها ابتدت أخدها معي وأنا في العربية في الطريق اللي غايت للستوديو ابتدت أسبح وأنا في للستوديو فحسيت إن أنا بحس فعلاً ألا بذكر الله تطمئن القلوب حسيت بالجملة دي قوي فقلت طب وأنا إيه اللي يدايق الناس كان فيه طبعاً الناس بيتريقوا علي وفيه نقاط يكتبوا قاعدة مسكلنا السبحة قال يعني يعني أسبت اللي الكلم يتكلم دي حاجة بيني وبين ربنا وأنا ببقى متطمنة يعني ممكن إحنا في فاصل دلوقتي أو بنسمع أغنية تلاقيني فيه اسم كده جي على بالي من أسماء الله ألاقيني بذكره بارتاح داي دايق الناس في إيه فمن ساعتها بقى ليا ورد فبقيت مرة في مرة أبقى لسه مخلصتش الوردة ودخل على الاستوديو فروح دخلها الاستوديو بيها أكمل ما بين المشاة فخلاص تعودت عليها بقى فبقيت أنت برحتك أنت تعمل أنت إذا أحدش لجي عندي فشيء جميل يعني شيء ما مضرش حد طبعاً جايب لها واحدة غالية أول لسه مديتها الهاش بقى أجيب هالي دي إن شاء الله ده أنا بحدي السبح بعشاء السبح نعم وكل أصحابي عارفين إن أنا بحب السبح فكل حد يحب يعني يبسطني يجيب لي سبح سأحزبك عليها بعدين أنا غالية شوية بعدي سبح كتير قوي بس تلاقيني بحب لا أنا بعد ما نخلص بقى السهرة دي أنا فرجك على شوية سبح حسنا برضو أنا أنا مد من سبح والله بس هفرج على حاجات تبسطي يا أوبا يا شيف أه أنا هجيب ليك سبحة أه طبعاً هتقديني حاجة لا مش منهم هاخد مؤقتاً لحدة بتجيب يا من الموجود لغاً بتجيب راهن ها مش هتشيباً شتسبلي خلاص يا ريتلي ما قلت يا ريتلي ما قلت كنت جبت لها على طول على طول ربط نفسك أعلموا سيد السامير لما الواحد يتفرج على التلفزيون أنا عن نفسي مثلاً لما بعد أتفرج لما أتفرج عليكم طبعاً يعني بقول يا الناس دي كيف كانت كيف تخرج كيف تتبسط اه اه ازاي شلة ممكن تبقى صحاب مع بعض يعني لما تجي تشوفوا أستاذ سامير غانم أستاذ عاد الإمام أستاذ رجدي أبازة يعني فيه كذا جيل كده جي فترة اشتغلتوا مع بعض طبعاً اه كذا موسعيد صالح الله يرحبهم أستاذ جورج سيدهم ضيف أحمد يعني فيه حاجة كم رهيب من النجوم الواحد بيتخيل نفسه لو كان في الجيل ده كان ممكن يبقى عامل ازاي انتو شلتها كمسكت عبارة عن مين من فترة دي لا هو أنا عشرة أنا كنت جمعة اسكندرية جورج كان جورج ده قبل الشرطة يعني ده قبل الشرطة لا بعد الشرطة بعد الشرطة تتخرجت من كل الشرطة لا خرجت خرجت هم خرجوني سنتين وطلعت الواحد كان شرطة الله يرحمه فبسيط لا تنفسي جواك كلها كده وانا مشوخة باج ما حبيتش طوماتك مش ما حبيتش لأ حبيت بس كان نظام الحقوق ده صعب قوي يعني ما حبش دروس الحقوق الصم دي وبتاع يعني دروس الشرطة سهلة لذيذة رياضة وحاجات كده حاجات بسيطة إنما الحقوق دي يعني نجحت وفرقت معي علم علم واحد لو كنت نجحت فيه كنت روحت سنة تانية اتنقلت بعلمية كان مستقبلي بقى حاجة تاني خالص إنما سقط في العلم ده فهمت الحمدل انت سقط الحمدل مطع يعني هي كده ودفعتي معظمهم يعني مين بقى ساعتك انشلتك بعد في الفترة دي في الكلية لا فترة النجومية النجومية لا النجومية كلهم يعني نحن كنا مع بعض زراعة محمود عباسيز على الله يرحمه مع زراعة محمد فاضل المخرج معي زراعة كان فيه واحد عادل نصيف دعيش في أمريكا دكتور دل عمل سكتش اسمه دكتور الحقني كنت صغير بقى او ما تولتش دكتور الحقني ممكن اي او ما تولتش لا طبعا يعني بس اسمعت عن دكتور الحقني دكتور الحقني دكتور كان هو عادل نصيف ده ومحمود وكانت مدم سامير عبدالعزيز في جامعة اسكندريا قالت انها كتفوكولية الأداب أو أداب سيد حلب عبد الكريم الممثل الله رحمه دكتور سيد عبد الكريم دكتور كان أستاذا في زراعة الزائزي بعدين كان نور لم يكن لم يكن فرقة في سكندريا يعني كان هو اللي بيجي مرّا الفرقة تعرف أنا مثلا كنت منوعات منوعات في كليتي مالي زعب التمثيل والعماقد وحق لا أنا فرايتي سكيتشات وحقات كذلك فالمفروض ان سافر أسبوع شباب الجامعات ما بتعمل شباب شباب كان جميل بيبقى مهرجان يجنن كان مفروض في سوريا وأنا نفسي أسافر سوريا من كمسك الشغل عندنا الأستاذ نور الدمارداش الله يرحمه هو كمسك جامعة سكندريا وحيد سيف الله يرحمه فكان عامل مصرحية فكان لازم أنا أعمل أي دور عشان أسافر مع فريق التمثيل فكنت بقول جملة في رواية بس جملة في رواية باللغة العربية سيدي أهيئ لك الحصان الأصمر بس أهيئ أهيئ دي صعبة أه 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 سوريا وفرحان وسوريا وقتها كانت أز جمال سوريا وطلع عمرها الجميلة سوريا بس إيه بقى كنا شباب بقى هناك بقى وتأكل عصير التوت وانت ماش كت حاجة وطلعت في المسرحية بس داخل سيدي ونازر أحفظ فيها طول السكر دخلت في المسابقة بقى قلت سيدي أه 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 سيدي صحيحة أوه أه 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 القد حيات سيدي وفي مصر رواية ونجيعة. لكن في ساعتها علاقتي بالأستاذ نور دي مداش حبيب قلبي. اللي ارحمه كان جميل يعني. اللي ارحمه. فهو اللي كان طلع الشلة دي كلها الجروب ده كله. جاء جورج بقى وبينا مع بعض. وعملنا السلاسة وبدأ التليفزيون. يعني هو تاريخ طويل بقى. حبيبي ربنا اديكم الصحة. ربنا اخليكم. طبعا عددكم اتشباش منها. ربنا اتشباش منها. وانت كمان. وانت كمان. واتمنى اجيلكم مرة تانية ونقعد بقى لاننا بحبوكم. ربنا اعب بناتكم بجوازاتهم بالعيلة كلها. واحنا كلنا بنحبك والله. ربنا اخليكي ونورتوني. الله يخليك. شكرا لك.